على ذكر الأزمات اللي بتتقال قبل ما يطلع على فاصل ففي الزمالك كان فيه قصة الشباب السعودي كنت أنا قاعد في السعودية من كم يوم يعني فسألت أحد الإعلاميين الزملاء يعني على قصة الشباب قال لي أنه أنا ما أعلمه أعلمه أن الشباب ناوي يتقدم بعرض جديد للزمالك قال لي أنه هو ناويين قال لي الشباب حاطت في اعتباره فرد إعلامي آخر طب ما كان راسكو جي قال لي لأ هم عايزين واحد تاني جناح تاني والوضع مش كويس أو على مستوى نتائج الشباب في المرحلة الحالية كانت آخر مباراة عدله في الدوري مع الأهلي متش كان فيه فرص كتيرة من الفرقين أكترها من الأهلي لكن خلص تعادل فقال لي كده بالليل بالصدفة لقيت بقى بيتي ببرامج المصري بتتكلم في الموضوع بالليل يعني هو كان بالصدفة بنتكلم عن زيزو بالليل لقيت الناس في مصر بتتكلم هنا زملائي في البرامج وبيقولوا إن العرض وتصريحات على لسان والد زيزو وإن هيجي عرض وإنه هيمشي ولا مش عارف إيه هناك في السعودية وهي بتتقلي المعلومة دي تقلي وعلى فكرة هيجي الشباب بتقلي كده بتقولوا إيه الثقة دي ده مفيش عرض رسمي قال لي بس هم عاملين حسابهم إن فيه وعد سابق حصل عليه زيزو بإنه لو جالوا عرض تاني من الشباب هيروح ده كان الكلام في السعودية فمصر بالليل تقال كده ثم حصل لقطة تالية مرتبطة بالقصة وهي خروج وكيلة اللاعبين نور العسوي في قناة الزمالك وتكلمت ردا على سؤال إن مين اللاعبة اللي شايفة إن هم لازم يطلعوا برا مصر فاتكلمت قالت محمد عبد المنعم وقالت أحمد عاطف وقالت زيزو وراح تقالت زيزو وده جاي مع كلام قبلها بساعات بيتكلم على إن زيزو هيمشي في وسطم الزمالكوية بيقولك أنا عايزين نفك القدو ونجيب صفقات تقولنا هتمشي أهم العيب عندنا فالقلأ كان منطقيا مجلس إدارة الزمالك رحمة الله بيان بيعلن فيه إنه بيستنكر التصريحات اللي جات في قناة الزمالك في برنامج زمالكاوي وإن المسئولية كاملة على وكيلة اللاعبين وإحنا ندخلش في كلام الضيوف بتوعنا لكن زيزو أحد أبرز الأعمدة الأساسية والعناصر الرئيسية في صفوف فريق الكرة بالزمالك وتهيب قناة النادي أنها لا تتدخل في محتوى حديث ضيوفها لكن في نفس الوقت القناة بتعتذر عما بدر من الضيفة خلال الحلقة وإحالة المعد المسئول عن الفقرة للتحقيق هتسألني رأيي هو يعني مش يعني فكرة استضافة وكلاء اللاعبين أمر ممكن تشوفه مني ممكن تشوفه من أي برنامج لكن من قناة في قوية لا يبدو منطقيا إلا إذا كان مرتبطا بحدث بحدث ما بانتقال لاعب من الزمالك بصفقة قادمة إلى نادي الزمالك هنا يبقى لي معنى لكن في الآخر تمام بتحصل وهي غلطة والزمالك أعلن كده لكن هل إعلان الزمالك لاعتذار أو قناة الزمالك لاعتذار يناير مش عايزين صداع كفاية الصداع اللي عندنا لكن لو كان عايز يقول زيزو قاعد كان هيقول في البيان ده أن زيزو قاعد وهو ما لم يقوله الزمالك عشان كده قادر أقولك أنه القصة ليست مغلقة لكن القصة قائمة وتحت الدراسة تقدر تقول كده مش معنى أنه ماشي مش معنى أنه مير في المية قاعد دي فيما يخص زيزو نجم الزمالك اللي بعد الفاصل